الشيخنا الكريم فإن المسلمين أكرمهم الله بنعم لا تحصى ومن جملة هذه النعم نعمة الحج فالحج يكون في موسم يدعى له جميع المسلمين على وجه الأرض وقال تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامير يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم فهذا الحج فيه من المنافع والفوائد والمصالح والخيرات ما لا يعلمه إلا الله لو استغله المسلمون لاستغلال الصحيح ورتبوه الترتيبة الشرعية النافع المطلوب فحري بالمسلمين أن يتنبهوا لهذا الأمر الذي أمر الله به نبيه إبراهيم وأذن في الناس بالحج وبين أنه فعل ذلك ليشهدوا منافع لهم فمنافع الحج منها أن نعلم الأذكياء فنهيئهم ليسدوا للمسلمين حاداتهم والإسلام يجب على المسلمين أن لا يحتاجوا إلى الكفار أي شيء يحتاجه المسلمون فرض كفاية عليهم حتى يسدوه وليشدوا منافع لهم ليعلموا العلماء فيبينون لهم ما يجب لهم وما يحرم عليهم وليعربوا الأطباء فيعالجون المريض ويساعدون من هو عاجز أن يصح ويعرفون أهل الغناء فيهيئون لهم الطرق التي بها يزيدون مالهم والطرق التي بها يصرفون مالهم في المصارف التي تريدها الشريعة ومن منافع الحج أن الإنسان يكون عنده كتاب يبحث عنه فلا يجده إلا في الموسم ويكون له صديق يبحث عنه فلا يجده إلا في الموسم وتكون له التجارة يبحث عنها فلا يجدها إلا في الموسم ويكون له إشكالات علمية في شتى العلوم في النحو والصرف والبلاغ وأصول الفقه وفي العقيدة وفي غير ذلك فلا يجد حل هذه الإشكالات إلا في موسم الحج لذلك قال ليشهدوا منافع عليهم ومن أكبر المنافع التي يشهدها المسلم أنه إذا حج وامتثل الحج وترك الأمور الثلاثة المنهية عنها التي جاء النهي عنها بصغة الخبر فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وهذه موارد العطب في الموسم أقول إذا تجنبها واتقى الله يخرج من حجه لا ذنب عليه وأي نفع أكبر من أن يخرج المسلم من موسم الحج لا ذنب عليه وقال تعالى فمن تعجل في يومين فلا إذم عليه ومن تأخر فلا إذم عليه قال المحققون فمن تعجل فذنبه مغفور ومن تأخر فذنبه مغفور لمن اتقى بدليل أن التأخر ليس مضين للإذم وإنما هو مضين للزيادة الأجر وهذا توضيح لقوله صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ننوبه كيوم ولدته أمة وهي خمسة أيام ينبغي للمسلم أن يشتهد فيها في الذكر والدعاء والاستغفار والتوبة وتقليل الخلطة والتضرع إلى الله وسؤال ربه فيما يحبه أن يعطيه وسؤال ربه أن يحميه فيما يكره ولا يجادل ولا يفسق ولا يرفث ويقلل الخلطة ويقلل الكلام ويتضرع إلى الله ويكفر من السؤال للمسلمين الذين لا مال له ينفق عليهم ولا قوة عنده يدفع عنهم فيكثر من قول نوح كما قال إني مغلوب فانتصر فاللهم إننا مغلوبون فانتصر لنا اللهم إننا مظلومون فانتقم لنا اللهم إن أعداءنا الكفار تكالبوا علينا وظلمونا وقووا الظالم المجرم العاتية علينا اللهم لا يخفى عليك أمرنا فانصرنا وساعدنا وقوينا ورد عنا كيد أعدائنا فإن هذه الأيام أيام مباركة والدعاء فيها مبارك فإذا اشتهدنا واستغفرنا واتبنا واتقينا ربنا فإن الله تعالى يسعدنا ويرفعنا ويحمينا من كيد أعدائنا وهو لا يضيع أجر من أحسن عملا وقال جل وعلا ودعوني أستجب لكم وقال جل وعلا إن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فحري بلا أحبتي أن لا نضيع هذه الفرص وهذه المواسم وأننا إذا حضرنا الموسم نكون قدوة ونكثر من الدعاء وننبه المسلمين أن مشكلتنا الكبيرة أوامر معطلة ونواهي منتهكة العالم الإسلامي ملياران وهو يحجر عليه في خصوصيات أموره السبب أن الله تعالى قال أعدوا عطلنا هذا الأمر السبب أن الله قال ولا تنازعوا انتهكنا هذا النهي إذن مشكلة العالم الإسلامي أوامر معطلة ونواهي منتهكة فإذا التزمنا الأوامر واجتنبنا النواهي أعطانا ربنا ما نريد وأمننا مما نخاف اشتركوا في القناة